نروح لمطش الزمالك النهاردة ودريمز الغاني كنت لست أقول لكابتن أمير من شوية نتيجة زعل يعني نتيجة مفاجأة حقيقي ليه؟ الزمالك منتشي حالته حلوة كفريق فنين حالته حلوة بيلعب زياب نصف النهاء على ملعبه في استاد الكهارة جمهور مالي المدرجات فرقة بصراحة شديدة هي فرقة ضعيفة طيبة حلوة دي ده لفظة ألز كمان فرقة طيبة سهل تخلص بسهولة قوي مباراة الزهاب وتروح مطش العودة ده مرتاح جدا يعني نهاردة قدت موقفك بنفسك يعني ما بقاش الزمالك عموما يعني أعتقد أنه هو في جزء للموضوع يتعلق بالغيابات يعني هو جميز في رأينا مظلوم وظالم النهاردة في مليون المية القايمة اللي هي فيها عبدالله الصعيد ونصر ماهر تحديدا تفرق جدا عن القايمة اللي في غيابه بلاص بقى زود ان انت شلت لجميز بكين الطرف الأساسيين عمر جابر وفتوح حرف انت الزمالك وهو بيكون قايمته كنت دايما بقول انه عامل فريق فريق بس كده انما مش فيش العمق اللي يستحق صح فريق جيد عنده فريق جيد يا دوب وفي عمق في أماكن في الملعب انما مش عمق كامل في كل مناطق السكوات جات الضربة في أماكن الدفاعية وخاصة في لقاء الزمالك عايز يهاجم فيه فجات في باكين الطرف اللي جميز بيعتمد عليهم بشكل كبير لانه بيحب يدخل أجنحته لجوه الملعب فلازم باكين الطرف يقوموا بأدوار هجومية فهو مظلوم في الجزئية دي ومظلوم برضو في كوالت اللعبة تعالى نشوف برضو الحتة ليه جميز مظلوم تعالى نبدأ الأول بشكل الزمالك النهاردة في الملعب كان عامل ازاي وطريقة اللعب اللي الزمالك اختاره هتلاقي الزمالك راح لنفس طريقة اللعب اللي بيلعب بيها غالبا اللي 4-2-3-1 وحان بتقرها 4-3-3 على حسب رأيتك انت ده كان الزمالك اللي 4 المسلوسي وحسام عبد المجيد وارا وانضاي فتح الملعب شمال وعمر جابر هو شكل متكرد ضدا الزمالك بيعتمد على باكين الطرف بياخدهم مساحة كبيرة هجوميا من غير ما يبقى فيه شبه جابها ده المعدل بتاع وقوف لعبة الزمالك في الملعب في الشوت الأول تحديدة وهنا متيبة كان قدام حمدي هي دي ممكن حنيجي لها بقى وشلبي وشكبالة تحت سيف الجزير شبكة التمريرات الزمالك بتظهر ايه؟ شبكة التمريرات بتظهر نفس الستايل اللي زمالك بيلعب عليه ولكن ممكن كان فيه نقط مختلف الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها على طول فيها شبكة التمريرات كانت اللي كانت فيها مشكلة نبص على 17 متيبة متيبة الكرة بتوصله مرة 11 وما بيطلعش يعني هي الفكرة كلها ان متيبة مش ملنك مع شكبالة ولا لنك مع سيف ولا لنك مع مصطفى شلد توصله من دونجا فقط 11 تمرير بالضبط كده ومش بيلنك يعني هو ايه بيرجع للزناري السهل دي تمريرات سيف قابنة يعني بيد للزناري دي تمريرات تعتبر ميت نبص جايله 11 كرة من دونجا هو مدي خمس كرات لمصطفى الزناري بالضبط ممكن يكون مدي عدد اقل من كده كرتين تلاتة للباقيين بس هي تمن شبكة تمرير بتبقى خمس تمريرات وتحس ان انضاي والزناري برضو ما مولوش التلت الاخير رغم ان هم كان دورهم ان يعملوا ده تعالوا نشوفوا الصورة اللي بعدها اللي معانا اللي هي فيها حتظهر ليه برضو مظلوم مظلوم جميز احنا لسه دلوقتي فيه انه هو مظلوم فيه احيانا ده الكواليتي بقى مصطفى شعلبي في موقف زي ده موقف زي ده اي حد حيشوفوا الصورة دي دي كرة وعدة في ظهر الدفاع اي حد هتخيال مصطفى شعلبي مفوض يعمل ايه حياخد ويخش جوه المنطقة خش جوه المنطقة مصطفى شعلبي هاتك كده اللي بعدها حاول يرجع للولاء للبساك للعب بتاع دريمز يرقصه تاني كرة دي برضو شبه القرارات كان فيه تمريرة بعدها في الشوط التاني من متيابة لنضاي انا بكلمك على فرق الكواليتي اللي كان بيبقى موجود بين ناصر وبين عبدالله السعيد وكذا تعال شوفي الشوط التاني وبين فتوح تعال شوفي الشوط التاني تمريرة من متيابة لنضاي في موقف زي كده النضاي المفوض يعمل ايه يروح راح مرجع لسامسون واختار الاختيار ده فده فكرة انه هو مظلوم فكرة النوقة ظالم انه هو اختار الزناري في الناحية اليمين الزناري النهاردة اغلب طالما انت هتلعب جيم هجومي زي كده كممكن تحكي سالزناري والمسلوسي كممكن تستعين بساد عبدالله لان الزناري ارسل عشر عرضيات منهم اتنين بس صحاح عكس وحتى لو هتلعب بالزناري والنضاي لو هتختار جابها تبني عليها هجمات كتير كنت راح نحية الشمال نضاي مش في افضل مستويات ولكن على الاقل هو صلع كرتين مميزين لسيف الجزيرة فلو انت حتى هتختار جابها تبدأ منها جاماتك فبالتأكيد ما كانش تبقى جابهة مصطفى الزناري والنقطة التانية كان يبدل مكان متيابة واحمد حمدي متيابة النهاردة في صورة معانا هو اكثر اللي عميه فقدر للكور ان انت تحطه في التلت الاخير كان ممكن ده هنا عدد الكروسات من الزناري ممكن نعرف الصور بسرعة بس كان فيه ممكن تبدلين يتموا في الملعب من غير برغم كل النقص والحاجات اللي زي دي ممكن نيعكس مكان المسلوسي والزنداري خصوة في جهود التانية اللي انا عايزة استخدم حد بكي من يرفع ويعكس متيابة وحمد حمدي هيل جدا